دور الخارجية بدر عبد العاطي انخراط مصر النشط في القارة الافريقية من خلال العضوية الحالية في مجلس السلم والامن الافريقي وكذا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة خلال رئاستها لكوميسا جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مع أوليفيين ندوه نيجريه وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي على هامش زيارة عبد العاطي الحالية للعاصمة الرواندية كيجالي شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذاكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا وذلك من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية